اشتركوا في القناة له الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام اللهم صلي وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى وعلى علي ومحمد وعلي والحسن وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه هؤلاء هم أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ صلى على محمد وآل محمد يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغدو طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد يا صاحب الأمر نحن الآن مقدمين إن شاء الله مقدمون على ذكرى لها فرحة وفيها أيضا حسرة فيها فرحة ويا لها من فرحة فرحة بولادة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئته ظلما وجورا ولادة الأمل للبشرية إذن ولكنه أمل مشوب بحسرة الغياب غيابه صلوات الله وسلامه عليه فحيث نذكره دائما تأنس نفوسنا وتستقر وتطمئن قلوبنا وتهدأ أو تتركز أفكارنا وعقولنا نعم ولكن أيضا تثار أشجاننا فلا تنفصل هذه الذكرى عن الفرحة ولا تنفصل أيضا عن الحسرة دائما وهذه الحسرة هي حسرة ولكن لها شأن خاص فإنها حسرة يلازمها التكامل إن كانت صادرة عن إيمان وعن ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى وعن ثبات على الحق نعم أولد روحي فداه وكان هو الأمل لكل الأجيال وأسست وأسست العقائد الحق بشكل متين على أساس ولادته وعلى أساس وجوده وظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف فنحن نأنس ونفرح بذلك ولكن في نفس الوقت كان هناك امتحان عظيم للأمة وبهذه النقطة سأكون بخدمتكم مسألة الابتلاء والامتحان بغيبة الإيمان صلوات الله وسلامه عليه الامتحان والابتلاء لمن يكون نحن نقول ابتلاء الشيعة بذلك صح هو بالحقيقة ابتلاء البشرية ولكن الابتلاء المباشر كان للشيعة كيف؟ يا ترى الامتحان ممن يأخذ بموازيننا العادية الطبيعية بالمدارس بالجامعات بالحوزات ممن يأخذ الامتحان من الأشخاص الذين هم في الحوزة أو في الجامعة أو في المدرسة أليس كذلك؟ أما الأشخاص الذين أعرضوا وتركوا ولم يهتموا ولم يعنهم أبدا شأن التواجد في الحوزة أو في الجامعة أو في المدرسة أو ما إلى هناك فهؤلاء لا تذهب الإدارات الحوزة أو المدرسة أو الجامعة لكي تقوم بعملية امتحان لهم لأنهم أعرضوا نعم أولئك سيلاقون نتيجة إهمالهم وتركهم لليل العلم وتحصيل المعرفة وقد ينالون العقاب اللازم إذا كان هناك نتيجة لازمة لترك المعرفة هناك مقدار من المعرفة لابد أن يطلع عليها المواطنون أن يطلع عليها الشعب أن يطلع عليها الناس إذا ما اطلعوا عليها يقعون في مخالفات يعاقبون عليها فإذن كذلك مو أنه ليس الجميع مكلفون بالانتظار وبالتالي ليسوا مبتلين بالظهور بلى هم مكلفون بالمعرفة الإمام ومكلفون أيضا بالعمل والاتباع ولكن بما أنهم لم يفعلوا فالابتلاء الحقيقي يكون لمن اعترفوا بالإمام آمنوا بالإمام واتبعوه أو سعوا لاتباعه الذين هم الموالون شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إن شاء الله نكون جميعا من الشيعة هؤلاء المبتلون نحن نبتلى بماذا نبتلى نبتلى بأشياء كثيرة في فترة الغيبة نمتحن ونتيجة صبرنا وثباتنا نصل إلى النتيجة المطلوبة وهنا نتيجة الابتلاء علينا أن نرعى أو نراعي الثبات في مجالات متعددة أذكر منها ثلاثة مجالات النقطة الأولى الثبات القلبي بسبب طول الغياب يحصل هناك تزلزل في القلب يحصل هناك ثقل لعله تحصل قصوة يعني ترى الإنسان إذا اشتاق إلى شيء وصبر 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 حتى يحصله ولم يحصله لعله بعد لا يعنيه في الموازين المادية هكذا يتعب من انتظاره من صبره عليه فلا يعنيه فيتركه أو لا يهتم لا يعطيه الاهتمام الكافي هذا نوع من قصوة القلب علينا أن نتنبه أن لا يحصل عندنا قصوة قلب في مقام الثبات القلبي لا يحصل عندنا قصوة قلب ولا يحصل عندنا تزلزل قلب وعدم ثقة فإذا علينا أن نسلم أمرنا لله تماما في هذا الأمر يعني في مسألة غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليش؟ لأن شأننا في الدنيا هو العمل بتكاليفنا ومن تكليفنا هو الانتظار في هذا الزمان كيف من نحن الذين نحدد تكليفنا المكلف هو الذي يحدد التكليف الله سبحانه وتعالى المكلف حدد لنا تكاليف عبادية معينة حدد لنا تكاليف في مقام تعاملنا مع بعضنا البعض وحدد لنا تكاليف في مسائل أساسية دينية منها هذا الشيء بما أنه ثبت أن الإمامة حق وبما أنه ثبت بأن من الإمامة هو عدد الأئمة وبالكيفية المعينة وبما أنه ثبت ولادة الإمام وأنه حي يرزق فنسلم أمرنا لله بانتظاره وبالصبر على هذا الانتظار ونرطب قلوبنا حتى لا تقصوا بالتسليم لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن نستعد دائما أو عدم الأمر الثاني عدم تعليق القلب بشيء يتناقض مع علاقتنا بالإمام صلى الله عليه وسلم يعني عندما نعلق قلوبنا بما يغضب الإمام أو بما لا يرضيه إذن نحن نزيد الفاصلة بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم وبالتالي نخسر العلاقة معه بالتدريج ولعلنا نخسر الثبات القلبي الذي أتكلم عنه ونخسر أيضا التسليم الحقيقي لله لأن علاقتنا صارت بسواه وبالتالي أمر آخر هو أن نربي أنفسنا أن لا نأنسه بسواه أو بما يتناقض معه بما يتناقض بما يرضيه صلى الله عليه وسلم يعني ليس المطلوب أن لا يحصل عندنا أنس أبدا ولكن أنسنا فرحنا يكون متعلقا بالأمور التي ترضيه روح فدا وإذا حصل عندنا أنس غير ذلك وهو لا ينبغي أن يكون فلا يكون هذا الأنس مكتملا ما دمنا نبغي رضاه طبعا أقول لا يرضيه يعني الذي لا يرضيه هو ما يشتمل على مكرهات ما يشتمل على محرمات أقصد وأمور مكروهة لا يرتضيها تتعلق بأخلاقيات ينبغي المحافظة عليها لا نأنس بما لا يرضيه من هذه الناحية أيضا نلاحظ في هذا المقام عدم تعلق القلب الدائم بفرجه وانتظار فرجه فإنه بذلك يكون فرجنا فإذا هذا يبني ويقوي ويثبت الأمل في هذا القلب الذي بحاجة إلى الأمل وبحاجة إلى البعد عن اليأس والبعد عن الإحباط والإحباط هو من مدمرات الإنسان من الأمور التي تجعل نفسه ضعيفة وقلبه متزلزل فنعوذ بالله من ذلك هذا أحد جوانب الثبات المطلوبة الجانب الآخر من الثبات المطلوب الثبات العملي في مجال العمل وذلك بأن نحرص بالالتزام بكل الواجبات وترك جميع المحرمات هذا أولا ثم ثانيا الاستعداد الدائم مو فقط إقناع النفس وأنص النفس بذلك الاستعداد الدائم لمرحلة الظهور المقدس والاستعداد الدائم يقتضي أن نكون مهيئين لذلك والذي يتهيأ لشيء يهمه لابد أن يقدم مقدمات هذا الشيء وهذا الاستعداد يكون على مستوى الفرد يعني تربية النفس على ذلك نربي نفسنا على ذلك ونربي أهلنا على ذلك ونربي ما يمكن من تربية لمحيطنا لمجتمعنا على ذلك لظهوره لأصل الظهور لمرحلة الظهور ولنصرته عجل الله تعالى فرجه بعد الظهور يعني نحن كثير من أحيان نكرر اللهم عجل فرجه ونتعاطى ونهنئ بعضنا بعضا بولادته وندعو معا لظهوره ولكننا قد نخفل أننا إذا ظهر هل فعلا سننصره هل سنتحمل كل ما سيطلبه منا هل نحن على مستوى المسؤولية هذه تحتاج إلى تربية نفس حتى إذا ظهر يعني من الآن دائما يستحضر الإنسان أنه إذا ظهر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو مهيئ لبذل كل ما يريده منه على أي مستوى مالي جاهي نفسي على مستوى العطاء الدم والروح وعلى مستوى التأثر الاجتماعي سلبا والله إيجابا نحن طبعا الشيعة والموالون سيكون شأنهم عظيم في ذلك الوقت بس لو منتحن الإنسان بأنه سيخسر كل شيء حتى جاهه حتى أقاربه حتى زوجته وأولاده هل سيتقبل هذا الأمر أم لا هذا يحتاج إلى استعداد لذلك ومن الاستعداد المهم هو الانتظار الإيجابي ننتظر انتظارا إيجابيا موسلبيا يعني يعتمد على العمل لا على الملل والكسل بحجة أننا منتظرون نترك كل شيء وننتظر فقط ينبغي أن ننظر لو كان الإمام موجودا ماذا يريد مننا لماذا طلب مننا أو ماذا فعلنا يمكن الإمام يكون موجود بس ما يطلب شيء ولكن ماذا كنا نفعل نحن مع ظهوره في حالة ظهوره هو موجود ولكن في حالة ظهوره ماذا كنا نقوم وماذا كنا نفعل نلتزم بكل ما ما كنا التزمنا به لو كان ظاهرا ونتوقع عنه ماذا كان طلب مننا طلب مننا فنلتزم به حتى إذا ظهر يتقبلنا ونكون فعلا من أنصاره ومن أعوانه ومن مقوية سلطانه ومن المستشهدين بين يديه إن شاء الله هذا نوع هام من الثبات ومن أهم أنواع الثبات الثبات العقائد الذي هو أساس باقي الجوانب كيف لا نستسلم للشبهات أمر غريب عنا حالة الغيبة ليست حالة عادية طول عمر البشر بهذا المستوى ليس متعارفا من فيما بيننا قد يكون موجودا ولكن نحن ما أدركناه بأنفسنا لأنه عمرنا قصير فما أدركنا من طال عمره سابقا ومن لازال حيا غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عمر طويل كالخضر وسواه لم نتحسس هذا الشيء والأمور الحسية عادة أو غير الحسية لا تكون قريبة للإنسان العادي بمستوى الأمور الحسية ومن هنا يمكن أن تدخل الشبهات أنه كيف يمكن أن يكون قد ولد هل ولد أصلا وإذا ولد فكيف يمكن أن يعيش هذه الفترة وما فائدة ظهوره وغيابه وما 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 كلها طبعا شبهات وإشكالات مردود عليها وواضحة كل الإنسان يحل المشكلة بأصل إيمانه بالله وبالرسول وما أتى عن الرسول وأصل إيمانه بضرورة وجود الأيمام بالأدلة العقلية الموجودة يعني عليه أن يطلع عليه أن يثبت إيمانه دائما بهذا الشيء وأنه الإيمان بالغيب ليس فقط بالأمور المحسوسة حيث أنه إذا تيقن الإنسان بالغيب وموارد التي تقوي اليقين بالغيب كثيرا جدا تكون هذه الأمور بسيطة بالنسبة إلي لا تسبب تشكيكا عنده ولا تترك للشبهات سبيلا إلى ذهنه وعقله فهذا عليه أن يحذر منها والشبهات تأتي وليس مشكلة أن تأتي ولكن مشكلة أن يتركها الإنسان لا يركض وراها لا يحاول أن هو يأتي بالشبهة إلى نفسه هذا خطأ لأن الإنسان لأنهم أحيانا تتوارد في الخواطر هذا المعنى أو تذكر هذه المسألة الإنسان خلي يشك الإنسان خلي يبحث في الشبهات هذا من الحرية الفكرية لا الأمر ليس كذلك الإنسان الذي يبحث في الشبهات بعد أن يمتن العقيدة عليه يستطيع أن يبحث ليرد هذه الشبهات لغيره أو لنفسه ولكن الإنسان إذا جاءته الشبهة مو مشكل إذا جاءه الشك مو مشكل المشكل إذا تركه ترك نفسه في حالة الشك وفي حالة الشبهة عليه إذا جاءته الشبهة أن يبادر إلى علاجها وإلى دفعها وإلى تقوية عقاد عقيدته للسيطرة عليها فيزول الشك بهذه الطريقة نعم هذه مسألة مهمة مسألة أخرى عدم الركون إلى المناهج المنحرفة منحرفة عن الحق في خطوط كثيرة لأن المناهج الفكرية لا تتوقف يعني هي موجودة من آلاف السنين وتتكاثر باستمرار أو تتناسخ باستمرار يعني في كثير من الأحيان بيطلعنا شخص بعنوان مفكر مثلا ويطرح شبهات يطرح أفكار وكأنما هو الذي ابتكرها كأنما وصل إلى اختراع عظيم في المجال الفكري بينما إذا بحثت ودقاقت تجد أن لا هذه الشبهة بنفسها موجودة من آلاف السنين أو من مئات السنين أو من عشرات السنين لم يأتي بجديد وإنما الذي حصل أنه وقع في مأزق الشبهة بعد أن حلت الشبهة من آلاف السنين ومن مئات السنين ومن عشرات السنين يعني هو في مأزق أكبر أنه المفروض أنه يستفيد مما وصلت إليه البشرية من معرفة ومن ثبات في هذا المقام هو بالعكس ببدل أن يكون علمه أوصله إلى ما هو أثبت وأقوى يتزلزل ويضعف لأن بناءه العلمي ليس على أسس متينة ليس على منهج حق منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه منهج أهل البيت هو المنهج السليم فمن ينحرف يشذ يبدأ بالتركيز على ضرب الركائز في مذهب أهل البيت والأفكار الأساسية لبناء العقيدة الشيعية اعلم أن هذا منهج منحرف اعلم أنه لا يصح الطباع الحذر منه واجب في هذه الحالة نعم من الأمور الإطلاع على الأدلة وتثبيتها في عقلك في ذهنك لتثبيتها يعني أفرد طلعت حكينا الآن بعض الأدلة لو كان في وقت لتكلمنا بكثير من الأمور التي تتعلق بأسباب الغيبة وفوائد الغيبة وما إلى هناك كذلك التي تتعلق بأدلة ولادته عجل الله تعالى فرجه وحياته وبقاؤه وظهوره ولكن سمعناها مرة عرفناها طلعنا عليها هذا السماع مرة واحدة لا يكفي الإنسان يحصل عنده عقيدة سليمة ولكنه تزول من ذهن أحيانا من الذهن تنمح يغفل عنها فينساها فإذا واجه الشبهة لا يتذكرها في الوقت المناسب فإذا كرر الإطلاع والتعرف على العقائد كرر الغوص في النواحي العقائدية التي تتعلق بالإمام الحجة وبسواه يمتن يقوي السور الحاجب بينه وبين الأنحرة وذلك يكون بالنقطة الأخيرة التي لن أطيل إن شاء الله فيها هي بالرجوع إلى العلماء الذين من الذين أمرنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه بالرجوع إليهم ليش لأنه عقلا يجب الرجوع الجاهل إلى العالم إذا أنا لم أعرف فعلي أن أتعرف ومن أين أتعرف ممن يعرف لا أتعرف ممن يجهل أليس كذلك أتعرف ممن يعرف ممن يعلم ومن هو الذي يعلم هو العالم كل عالم يعلم لا العالم في هذا المجال حسنا أنا لا أدعو إلى التقليد في هذا لأنه لا يصح التقليد في المسائل العقائدية بشكل كامل نعم أنا أدعو إلى التعرف على الأسس والموازين التي تبني عليها عقيدتك وبعدها ما يمكن الاعتماد والرجوع فيه إلى العلماء حيث لا يمكنك الوصول إليه بنفسك ترجع إليهم يعني أنت تترجع إلى العالم بتعرفك على بعض الروايات التي أنت لا تستطيع الوصول إليها أو لا تستطيع أن تعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة أو يصبح الاعتماد عليها أو لا أما أصل القضايا بعقلك يمكنك أن تعرف فإذن ارجع إلى العلماء العلماء الذين يهدونك إلى الحق مو الذين يضلونك وهل هناك علماء يضلون؟ نعم هناك علماء يضلون أهل الباطل المخالفين يضلون هم ضالين ويضلون ولعلهم يعرفون الحق ويضلون عنه ويحرفونه يعرفون ويحرفون وهل هناك من علماء المنتمين للمذهب كذلك؟ كل العالم والله غير العالم إذا لم يكن ثابتا على الحق نعم ممكن أن يحرف إذا رأيت ممن يدعي العلم انحرافا في العقيدة فاحذر منه انتبه منه كيف نعرف؟ لماذا يجب علينا الرجوع إلى العلماء؟ وكيف؟ أمرون أنمتنا بذلك صلوات الله وسلام عليهم أو لم تذكر الروايات أنه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عجل الله تعالى فرجه الشريف من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقضين دعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله لما بقي أحد يقول إلا ارتد عن دين الله انظروا النعمة التي من الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المؤمنين بها من أعطائهم وإيجاد العلماء الذين يحفظون دينهم في زمن الغيبة لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل نعم نرجع إليهم حسنا كيف نرجع نرى أن هناك من تزيى بزي العلم وهو يختلف مع آخرين نعم أمرنا أيضا أن نضقق في هذه المسألة يمكن سابقا كانت المشكلة أقل خطرا ولكن الآن أصبحت أكثر خطرا مع وجود المنحرفين والمدعين نحن علينا أن نعلم أنه قبل ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يشتد البلاء ويعظم ويحتار الإنسان إذا لم يبني بناءه بناء أساسه على أساس متين تشتد الفتن والمدعون على مستوى العلم وعلى مستوى ادعاءات الارتباط بالإمام عندنا ثوابت في ظهوره لا يمكن أن يدعي أحد أنه هو نائب الإمام أو متصل بالإمام يأتي بأحكام بأوامر بتوجيهات من الإمام في زمن غيبته قبل ظهوره ويكون صادقا لا يمكن أن يكون صادقا خلاص نحطها على جنب فكل الإدعاء التي ترتبط بهذه الأشياء نبتعد عنها وستكثر هذه الأمور وكثرت نراها كثرت وستكثر بعد رأينا اطلعت أنا شخصيا على كثير منها ولم تطلعوا عليها أنتم وكثير منها لم أطلع عليها وكثيرا ستحصل وكلها علينا أن نعلم أنها باطلة مسبقا قبل ظهور لمنحجة لا شيء يصح من ذلك ولكنهم كلهم كلهم يتفقون بشيء واحد وهو محاولة فصل الناس عن العلماء شوفوا كل المدعين النيابة عن إمام الحجة أو مدعي المهدوية أو مدعي الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوا بشكل مباشر يحاولون أن ماذا يفصل الناس عن العلماء ليش لأنه إذا علم الناس فلن يتبعوهم لابد أن يجهلوا الناس بعقائدهم حتى يتمكنوا من السيطرة على ذهنهم والاعتقاد بهم وبالتالي أن اتباعهم على باطل فهذه من أهم الأمور التي علينا أن يحضر بس تشوف واحد عما يهاجم العلماء والمراجع وأركان الشيعة فطاحل الشيعة فاعلم أنه موبوء وأنه مسموم ويريد أن يبث الثم في ذهنك وذهن الموالين لأهل البيت صلى الله عليه وسلم احذر منه حتى لو تزيى بأي زي كان كيف نميز في بعضهم مظاهرهم جذابة جدا كيف نميز فيما ظهر نستطيع أن نميزه من كان من العلماء صائنا لنفسه موالشكل حافظا لدينه مطيعا لمولاه وخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه علينا أن نلاحظ هذه الأمور موجودة وهذه تلازم ماذا تلازم أن لا يتصف الإنسان بصفات بخصال تتناقض مع هذه الأشياء من أهمها حب الجاه من أهمها التكبر الذي تراه محبا للجاه وللبروز ولنفسه ومتكبرا متعاليا عن سواه يرى تفضيلا لنفسه عن الجميع يعوان غيره فاحذر منه الذي يهاجم الجميع ويراهم على أنهم خصوصا العلماء إذا هاجم العلماء يراهم أنهم ضالون مضلون بدون دليل بدون بناء ثابت فاحذر منه الذين يتكلمون بالشبهات ويستعملون من القرآن غير المحكمات فاحذر منه تقول كيف آيات قرآنية يستشهد بها أحاديث يستشهد بها إذا رأيت أن هذه تسيرك وتوجهك إلى ضعف الإيمان بثوابت المذهب وثوابت الحق فاحذر منه اسأل تابع تعرف من مصادر أخرى وبذلك إن شاء الله تسلم كل من يحاول قطع الرابط بين المؤمنين وبين العلماء هو ممن يحذر منه نستجير بالله سبحانه وتعالى من الضلال والانحراف والزغي عن حق وثبتنا الله وإياكم على معرفة أوليائه وعلى الإيمان بهم وعلى اتباعهم وعلى الركون إليهم وعلى الاستشهاد بين يديهم بعد ظهورهم صلوات الله وسلامه عليهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة